اشتركوا في القناة بالرحم وبالزكاة وبالتراويح ونستقبل ابكاء بالهريس والثريل والكباب والقيمات وقرص الطابة نستقبل بالجلابيات والموديلات الحلوة نستقبل بصلة الرحم وبالمحبة ضيفي من كثر مقهوة كريم ورزاق ورحمن ورحيم ليانه ما ينلا محمل بالهدايا حق الكل والأجمع حق الشاب قبل الشايب حق العاق قبل الملتزم حق الفاسق قبل المطيع ضيفي هدايا ثمينة ومداها طول العمر كل واحد في هالدنيا يعطي دفتر وقلم ومحاية ومكتوب باسمه ويقول بطل هالدفتر في هالشهر واكتب إني في خاطرك انبقيت زيادة أجر انبقيت أمنية ما تحققت وطال المدى عليها انبقيت جبر حق القلوب المكسورة وانبقيت بلسم حق القلوب المقهورة والمظلومة انبقيت اتمحي أي شيء سويته وتدري أنه يقضبني وما يعجبني ونهيت عنه وسويته خذ المحايا ومحا بكل اسلوب يناسبك ويقربك لي وانا برضا عليك لاني انا رحمان الرحيم ضيفي اكرم الاكرمين ضيفي لي تحب علينا نبطل بواب قلوبنا قبل اماكننا ونستقبله بجملتين اولا نقول يالله اتعين ننصوه ما ايمانا واحتسابا ورب يقدرنا على نواياننا لكننا بنسب مختلفة ونقول يالله تزورنا لا فاقدين ولا مفقودين لكننا للأسف يا مزارنا وكل واحد فينا فاقد انشي يا ما ناس فقدت لها عزيز وحبيب بالموت وناس فقدت لها صديق وقريب وجار بقطع وصل الدنيا وناس فقدت لها نصيب وصلها وما صار من نصيبها وناس فقدت لها صحة وقافية تركتها قصب عليها لكن ما زال ضيفي عزيز وما زال ضيفي كريم قال بعد على هاللي انا عطيتكم من هالنعم لاني احبكم وانا اكرم الراحمين وعطيكم ليلة عن الف ليلة يبو همومكم يبو احزانكم يبو افراحكم يبو امنياتكم وانا كفيل بها انا حققها لكم وانا اداوج روحكم في الوقت اللي ريح لي والوقت اللي ناصبكم في اكرم من هالضيف في اعز من هالضيف في محبة هالضيف يحب اضيوفه هالكثر هذي شهر رمضان شهر البركة والخير شهر رب العالمين ان انبه علينا شهر اشوفه شهر التجديد تجديد ايمان الانسان مع ربه تجديد المحبة مع هله وربعه تجديد القلوب اللي اساسا ما فيه الا المحبة والخير فاقوم اجدده واغوم اقسله عن الشوائب مال الدنيا من حقد من حسد من قيرة من قهر من ظلم كله في هالشهر الكريم اللي يابع لنا رب العباد واكرمنا به علشان يجبر فيه خواطرنا هذي شهر رمضان العزيز القالي اللي ينمرة في السنة لكن ناحين باقول لكم شب من نقول يانا شهر رمضان انفتح لنا الفانوس السحري وظهرت لنا قرشات البيمتو طول الشهر ومن يقول بينتهى رمضان رد انفتح الفانوس السحري ودشت في قرشات البيمتو تعالوا يا ذا النوات شسول فيه اللي لازم البيمتو برمضان مغرون ما عارف من يوم انا يوهل لها اللحظة ابي اعرف اللقز ابي اعرف ليش رمضان مع قرشات البيمتو ما عارف اللي سلمكم اللي عارف الجواب يعطيني اياه محير ناعي حتى شركة البيمتو من يخلص رمضان نصاك العلون فر الموجه ما نعبر علينا بيمريس قلت له من عيوني انا دائما اسويت شذيب انفولان الكباب لازاي دين نطحين ودقول الله ابتدينا على لفحته او دحين شي سكته على الاكل ليه حطة والسفرة وفرشة وخيرات الله وكال اللي في خاطرة وطبعا لازم اول يوم رمضان تكملته ان يا الاكل مالح يا مصخ مول ما يعتدل اللي اكل اول يوم رمضان ليه كمل وشبع وليه ربي كرامنا بيوم واحد فرمضان بقولنا 29 قلت له اذكر الله يا ابو فلان تاوني بوديين اول يوم فرمضان كلها صلي على النبي اركض انتي ما ترين انت شهر رمضان يا اركض عباليش يامشي مثل الشهور الثانية فاتح وقامضي يوين القرقعون وفاتح وقامضي وقتنا ليلة القدر بتكون تاسكت مسكينة ما شاء الله عليه من قابل موعد الفطار يلفح ليه ما يروح الترويح ليه يروح الترويح وذكر الله وصلى اياي بهدوء انفولون قاتل نعم بقشي من الهاريسة قاتل اوي الله واكبر على الشيطان اشو لا تسألان الهاريسة كلها ذكري الله انا روح مصلي ثلاثين ركعة انا حركت كل اللي كانتها في الفطور اصنون اللي هاللحظة طعت برصايم اللي حما فطرت وهو مصلي ثلاثين ركعة مع قصار الصوار يعني يعني يعادل ست ركعة او ثمار ركعة في وقت نير ذكري ارلقات لو الله خوف عليك من الضغط والسكرة يقول لا ما بيصدني لا ضغط ولا سكري انتي باش لا تلفحين علي وانا بخير تعوذي من الشيطان حسخني للهاريسة وهذي سوالف شيابنا الحلوين اللي ما يحلل رمضان ولا تزيد بركته إلا بوجودهم ربي يحفظ لكم شيابكم كلها ويرحم اللي ما الله قاتب لهم فيها لرمضان القادم في الختام واجعل الله ما بيني وبينكم ختام انتهت الدورة الأولى لي في تلفزيون البحرين ونالله عطاني وعطاكم عمر انتلاقى أكبر رمضان في زابرة العيد لكن قبل الله أختم بطلت قاموس اللغة العربية أدور كلمة جملة بيت قصيد يوافيكم حككم في الشكر والتقدير والامتنان لكم على هالمتابعة اللي تابعتوني بها على هالتشجيع الطيب اللي حصلته من عيال ديرتي من الوطن العربي من الخليج العربي ما حصلت حصلت انتقاد بناء منكم من رفعني وخذيت بعين الاعتبار حصلت تشجيع من برامج وسائل الاتصال كلها في ناس تتصل وتقول اتصلوا فيها وفي ناس تقول بلقوها وناس تطرش لي ما حصلت شيء يوافيكم مدى تقديري لكم بس تذكرت جملة واحدة اني انا من غيركم اقل فضل الله ما قعت على هالكرسي وواصلت لآخر حلقة في الدورة كلها فضل الله ثم فضت تشجيعكم ممنونة لكم شاكرة لكم لحد السماء كل الكلمات قليلة في حقكم وفي الختام اكرر اجعل الله ما بيني بينكم ختام والله عليم اني باشتغ لكم في شهر رمضان مبارك عليكم الشهر مقدما مناخدكم سناء السعد استودعتكم ربي يرزقكم الراحة والصحة وصوم رمضان مع السلامة